الغيرة الغيرة المرة يقول لنا كده الغيرة دايما بتتولد عند الإنسان لما يقارن نفسه مع آخر أنا أحسن من ده أنا أقل من ده أنا ليه ما كنش زي ده أو أحسن من ده يمكن تفتكر ويايا شاول وداود شاول ملك وداود صبي فرق كبير جدا ما باللتنين لكن لما داود قدر ينتصر على جليات من خلال مقلاع فابتدوا النسوة يخرجوا فرحانين بننتصر على جليات اللي كان بيعير صفوف الله الحي يقوم النسوة قالوا عبارة نشيد بيغنوها قالوا كده إن قتل شاول ألاف وقتل داود ربوات ربوات يعني عشرة ألاف فشاول ابتدى يحط نفسه في دائرة الغيرة ده الملك اللي غيران من صبي مجرد النسوة قالوا العبارة دا هي إن شاول قتل ألوف لكن داود قتل ربوات ربوات عشرات ألوف يعني عشر أضعاف دا صبي وانت الملك ابتدى يغير منه وابتدى يغضب جدا بل ويحاول أن يقتله ابتدى الشر يتكون في قلب شاول وحاول يقتله زي ما بيحكينا في العادة القديم عن هذا التاريخ الغيرة الغيرة وخد بالك حتى في الألفاظ حتى في التربية وإحنا بالربي ولدنا إنك تمدح ابن من ولادك أكتر من الآخر أو إنك تركز على واحد في كلامك عشان هو شاطر ولا عشان هي جميلة شوية وتسيب الآخر أرجوك انتبه لأن الغيرة دي برضو ممكن تنشأ من أخطاء في التربية الكبرياء وقصاوة القلب والغيرة والغيرة موضوع الغيرة ده موضوع كبير أو زي ما قلتلك بيتكرر هنا بينبهنا له الحكيم داود النبي ثلاث مرات فأول المزمور يقول لا تغر من الأشرار وهنا ييجي في عدد تمانية لا تغر لفعل الشر ويأكد على كده قبلها انتظر رب واصبر له لا تغر من الذي ينجح في طريقه لا تغرش خالص لألا تقع في فخ الغضب يمكن أفكرك في نفس المجال ده هوت الإبن الكبير لما في مثلا الإبن الضال الإبن الكبير كان مش في دماغه هو راجع سمع ألات طرب وغنى في البيت فسأل إيه الحكاية فواحد من العلمان قال له الآتي أخوك رجع لحد كده مقبولة لكن الحاجة اللي خلته يغير وخلته ما يدخلش أنه هذا الغلام قال له أن أبوك زبح له العجل المسمى حسب التقليد اليهودي كان دايماً في كل بيت يسمينه عجل عشان يدبحوه في مناسبة زواج الابن أول زواج يعني فده كأنه اعتدى على حاجة ملكيته حتى أبوه ابتدى يحاول يعاتبه ما ليه فهو لك كل اللي عندي هو بتاعك لكن الغيرة خلته لم يرد أن يدخل وما دخلش البيت في فرحة عودة أخوه الغيرة الغيرة مرة عشان كده انتبه لنفسك لألا الغيرة توقعك في فخ الغضب الشديد